التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي برئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال اللقاء أكد عبدالعاطي أن مصر تواصل جهودها الرامية إلى دعم الأشقاء السودانيين في الخروج من أزمتهم والحفاظ على وحدة وسيادة السودان ودعم مؤسساته كما التقى وزير الخارجية نظيره الجيبوتي محمد علي يوسف حيث تناول هذا اللقاء المستجدات في القرن الأفريقي والسودان والصومال وكذلك تطورات الأوضاع في غزة فضلا عن التصعيد الإسرائيلي غير المبرر لجر المنطقة لحرب إقليمية وخلال نشاطه في نيويورك التقى وزير الخارجية أيضا برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه وتناول اللقاء مجمل مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الإفريقية في إطار التعاون والتشاور المستمرين بين مصر والاتحاد الإفريقي حول القضايا ذات الصلة بأولويات دول القارة